لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هناك تغطية من عمر العرجون ترجع الكرة اللي الحارس غاية من بحف الوقت هناك تدخل كان تدخل امين فرحان امام عمر العرجون تسديدة عرضية وتدخل الحارس تدخل الحارس احمد رضا التكنوتي بعدما تبعنا التسديدة دي الزوهير مترجي لان محبد النهيري يرد كذلك من كرة تأميتة في الوقت لغاية من البح غاية من البح خطورة غاية من البح الحكام كنت طب مواصلة لقاكة المطالبة بالخطأ وبضربة جهازات لعبة كرة هدف الاول لفيدة فاريق الويدد يحيى عطية الله يتنتخل ويضع الكرة في اشباك بعد خطأ فادي على المساوى حراسة على البرماء يحيى عطية الله يضع الكرة في اشباك وهدف اول لفيدة فاريق الويدد يجيب حدود الدقيقة العاشرة اذا فاريق الويدد يتمكن بتجيب الهدف الاول بعد خطأ لحريس الجزائري غاية من البح في ابعاد الكرة نتابعه من جديد رجعة الكرة من المدافع مروان هدهودي غاية من البح هنا طريقة حاصل الكرة حاول نوي اراوكك المطالبة هنا بخطأ وبضربة جهازات لاحظوا التمرين الخاطئة يحيى عطية الله لم يتردد في تسديد لأرماء شباكة فارغة وهدف الفاريق الرجعة كرة طويلة افتجام محمد زريدة تدخل امينا فرحان اللي كيبع ادع الكرة للزاوية الزاوية لفيدة فاريق محسن بتولي تلعبات الكرة دائرية في القائمة الثانية الرأسية فرصة امينا فرحان اللي حاول انه يبع ادع الكرة ولكن الكرة مشات للزاوية الزاوية الثانية لفاريق الرجعة الرجاء تابعوا من جديد اه البيضاء فصل للطال قاتلي اول مرة الف وتسعمية وخمسين كان فاز الرجاء الويداد بواحد صفر ليعود ويداد ويرود في تاني مواجهات فوز تمام بتجاه لعيبة سوفيانة الجديدة حكم كيطلبه موسط لقاء ايوب العملود ايمن الحسوني ايمن الحسوني الدخول داخل منطقة جهازات سديدة ولكن مشات عيدة الزاوية المترجي طلب الكرة في القائمة الثاني ايمن الحسوني حولوا يسنج سويت لقدما فاريق الويدادة والمحاولة عبد الامدكور دخول 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 مطاق جهازة فورصة وووو عبد الامدكور اللي متبكرش متسديد بقوة تاسعة مساءنا اللي قاعد غادي تابعوه مباشرة عبر قناة الرياضي فورصة ووووو وتدخل حريس احمد رضاء التقنوتي كان تلعبت الكورة مباشرة من اللاعب المدافع عبد الامدكور اللي يمكن كانت نيادية صوفيا بجديدة صوفيا بجديدة تسديدة العرضية وتدخل الحاريس احمد ردى حلالتغنوطي تدخل الحاريس احمد ردى التغنوطي الكنفي المكان الملاكي وامرهومي المرحوم سعيد بالقول وتنع المحاولة الخارق فريس الرغمشت برباح الحاريس غاية مرباح كانت محاولة بيديعوك كورة دينوك البشي فوق المرباح ترفعت الكورة داخل المنطقة الجزاء الرعسية دي مروان هدودي يحيي جمراكي بعد الكورة بني بادي بانغا تسديدا في يد الحاريس أحمد ريدع تقنوتي حاول شكلت خطورة على مرمى الحاريس أحمد ريدع تقنوتي الكورة التئنية أمام بني بادي بانغا كورة بالكعب لأيوب العملو ترفعت الكورة داخل المنطقة جزاء فورصة وتدخل للمدافع مروان هدودي وحمد زريدة لك خطأ بالفعل لفريق الويداد تدخل أمام يحيي عطي طلا على مشارف مصدر كانت سديد المترجل لعبات كورة ريدع جعدي تدخل زريدة أمين فرحان وإبعاد الكورة من مروان هدودي الذي يبعد الكورة للزاوية زاوية لفريق الويداد تلعبات بهذا الشكل نحتف الكورة عشرف ضاري المروغة عشرف كرفع الكورة ومباشرة تخرج خارج أرية الملعب حاولي شكلات خطورة عشرف ضاري لحاولي رفع الكورة داخل المنطقة الجزاء بالنادي وخونيتري وبعد ذلك التحق بأكاديمية محمد الساديس لكوانا تقدم تلقى فيها تكوين على المستوى عالي فتح له مجال الشاسع لحمل القميس فريق الفتح الرماطي هناك خطأ مع سوفيان الجديدة دي فورصة الرأسية ومبتعزة من سوفيان الجديدة وأحمد ريدا التاغنوتي في المكان المناسب سوفيان الجديدة بدك أحاول أن يخدع أحمد ريدا التاغنوتي اللي كان في المكان المناسب هي تدخل بتالي كانت ضيح هذه المحاولة من فريق حسوني يحاول أن يبحث على الزاوية حكام المساعد كمنح خطأ لفايدات فريق الرجاء اللي عند إلى مذكور مذكور تمنى العرضية فورصة بيلي باديبانغو الكونغولي بيلي باديبانغا يسدد والكورة فوق البرمام كانت فورصة ومحاولة لفايدات فريق الرجاء محمد زريدا اللي كان تمويه كما نتابع خلال كور لعب بيلي باديبانغا باديبانغا المراوغات تدخل ديلا أيوب العملود والحاكم يعلن الخطأ خطأ لفايدات فريق الرجاء أيوب العملود والحاكم يعلن الخطأ لفايدات فريق الويداد كان هناك لمست يد تبايد المحاولة سوفيان بجديدة سوفيان بجديدة الخطورة بجديدة فرصة تدخل أحمد ريدا التاغنوتي فرصة ومحاولة لفايدات فريق الرجاء سوفيان بجديدة المراوغات تسديدة أرضية قوية ولكن تدخل حريص أحمد ريدا التاغنوتي في المكان نيري حاول يلعب الكرة ويدرب الكرة أمام بديعوك وشرط لفايدات فريق الرجاء عبدالله حمود اللي يحيان تطلع لمستوى الجديد وصراط رفع الكرة فرصة فرصة وتدخل جمع الحركاز لو مرات الكرة كان بإمكانات شكل خطورة على الدفاع على مرمى فريق الرجاء توجد مترجي وتوجد أيمن الحسوني الوقت اللي تمنى معناه العصاب أخوان كارلوس قاريدو وآخر اللقب مع سعد جرداء الشابين مدريب تنسل تعمل محاولة زريدة تمريرة ولكن توجد عمير فرحان اللي يبعد الخطورة يكون أول تغيير أول ورقة يرمي بها مشعب المارك تعمل محاولة تدخل الدفاع زوار مترجي لأيمان الحسوني أيمان الحسوني أيمان الحسوني يحيى عطي طلع يحيى عطي طلع محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء التدخل الحكم يعلن على خطأ خارج منطقة الجزاء وفرصة لفعيدة فاريخ نفد وهدف الثاني الهدف الثاني لفعيدة فاريخ الوداد الرياضي البيضاوي بطريقة ولا أجمل ولا أرواع من زوار مترجي وضع الكرة في شباك الحاريس غاية برباح بكل قوة وبكل دقة تحدث على الهدفين كانت الجزاء المترجي في مرمى فاريخ الأهلي أربصري والرد كان سريعا من كرة تابتة بطريقة جميلة زوير مترجي يتمكن متى الكرة محسن متولي فرصة فرصة سيدا دايما الخطورة وفي مناسبتين أحمد ريدا التقنوتي يتدخل في مناسبتين أمام محاولة لشكلة خطورة واضحة وسطة العبيد مؤس